السلام عليكم ورحمة الله اليوم حلخص مادة الأحياء للصف الثالث متوسط وصلنا صفحة 30 ما هي أقسام العمود الفقري؟ يتكون العمود الفقري من 33 فقرة أقسامها بالسرة بالترتيب لازم بالترتيب أولا المنطقة العنقية من 7 فقرات تدعى الأطلس وهي متصلة بصورة ثابتة بقاعة الجمجمة تليها المحور ولها بروز طويل في أعلى وقد تحوريا لتسييل حركة الرئيس المنطقة الصدرية مؤلفة من 12 فقرات تتصل بها الأضلع المنطقة القطنية من 5 فقرات عريضة المنطقة العجزية مؤلفة من 5 فقرات مندمجة مع بعضها مكونة عظم العجز المنطقة العصعصية من 4 فقرات ملتحمة مكونة عظم العصعص هنا عندنا القفص الصدري من يتكون من الأضلع وعظم القص الأضلع عددها جدف مع الزوج يترتب من الناحية الظهرية أي من الخلف نتوآت الفقر الصدري الـ 12 الأمام اتصالها بعظم القص يكون قطع غضروفية شنو وظيفته أهمية كبرى في عملية التنفس ويسهل تمدد الحجاب الحاجز عندك الأضلع موزعة إلى سبعة أزواج أضلع حقيقية تتصل بعظم القص من الأمام مباشرة بواسطة غضاري ثلاثة أزواج أضلع كاذبة ترتبط بغضروف الظلع السابع زوجان سائبان لا يتصلان بأي جزء من الأمام هنا تعريف عظم القص مهم جدا جدا ووزاري دائما يجيبوه تعريفه هذا كله تعرفوه تقولون عظم القص هو تركيب عظمي طويل ومسطح مكون من ثلاث قطع مندمجة مع بعضها تتصل به مباشرة الأضلع الحقيقية وتسمى الأضلع التي تتصل به بصورة غير مباشرة بالأضلع الكاذبة ترجمة نانسي قنقر